بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه سنتحدث اليوم إخواني الأعزاء عن الطريقة السريعة لإنتاج الكمبوست كنا تحدثنا في فيديو سابق عن الطريقة التقليدية الكاملة التي تكم طبيعيا باستخدام المخلفات الحديقة والزبل البلدي بالمقدار الذي تذكرون من شاهد الفيديو سنترك رابطه في صندوق الوصف هذا يحتاج إلى مدى لا يقل عن ستة أشهر بين ستة أشهر إلى سنة أنا أتبع هذه الطريقة وأنتج بحمد الله سنويا كميات كبيرة من الكمبوست باستخدام الطريقة التقليدية لست بحاجة إلى الكمية لأنه يتوفر لدي الآن الأخوة تساءلوا أن هذه مدة طويلة وأن ذلك استخدام الزبل البلدي ممكن أن تنبعت منه روائح كريهة وهذا لا يتوافق مع الحدائق الصغيرة وفي المنازل الآن سنتحدث ببساطة عن إنتاج الكمبوست بطريقة سريعة من المخلفات المطبخ والحديقة المنزلية إن كنتم تشاهدون هذه المخلفات التي سنستخدمها مخلفات المطبخ ومخلفات أوراق منها الخضراء ومنها الجافة هذا تفل قهوة جاف وكما تشاهدون أي متبقيات عضوية وهذا من القشور البيض أيضا كل ذلك يغني الكمبوست ويجعله أكثر كمالا وشمولا الطريقة التي سنستخدمها طريقة نظيفة بمعزل عن استخدام الزبل البلدي فقط هذه المخلفات الآن سمت عدة طرق لتسريع العملية تسريع عملية إنتاج الكمبوست الذي ينتج من التخمير الهوائي لهذه المخلفات وتركها تتحلل بالشكل الذي يجعل منها التربح الكاملة والبديل الطبيعي حقيقة لأي أسمدة إذا استخدمنا الكمبوست وتوسعنا في استخدام الكمبوست سنستغني تماما عن استخدام الأسمدة الكيموية والرش حتى الرش المبيد الكمبوست حقيقة تربة كاملة وسماد كامل ووقاية بنسبة عالية جدا من أية أمراض بكتيرية أو غيروسية قد تصيب النبات الآن في المنزل في ركن من الحديقة يمكن الإجراء لن نطيل عليكم نحن سنستخدم هذا الوعاء قمنا إذا كنتم تلاحظون بتثقيبه باستخدام المثقب بهذه الطريقة باستخدام المثقب أثقبناه في على ارتفاع لا يتداوز 2 سانتي من القعر لاحظوا ثقوب متراصة وجرى تثقيبه أيضا في الأسفل بنفس الطريقة الآن نقوم كلما كانت القطع أصغر كلما كانت عملية التخمير أسرع كلما كانت القطع أصغر كلما كانت عملية التخمير أسرع نضع بعد القيام بتثقيب الوعاء نضع المتبقية ونؤكد على فكرة أن كلما كانت القطع أصغر كلما كان عملية التخمير والحصول على الكمبوز أسرع الآن لتسريع العملية لتسريع العملية الفكرة المضافة هي إضافة مقدار معين من الخميرة لتحفيز عملية التخمير الترطيب والتقليب المستمر هذا هو السر في سرعة الإنضاج وتمام إكمال العملية نحن لا نريد أن تتعفل نحن نريدها أن تتخمر هوائيا نقوم بالخلط بطريقة مناسبة في هذا الوعاء المثقف ونقوم برش الماء بطريقة رذاذية بحيث يتخلل الماء كامل الرطوبة وتتخلل كامل مكونات هذه المخلفات الآن قلنا الرطوبة الدائمة والتقليب المستمر هو ما يسرع العملية نحن استخدمنا الخميرة أيضا لتسريع العملية بشكل أكبر الحقيقة أنني أستخدم الخميرة في هذه الحالة لسرعة الحصول على عملية التخمير وبشكل الآن التحدي في التقليب الحفاظ على الرطوبة لا نترك المكونات تتعفر لو قمنا بالتقليب مرة واحدة أسبوعيا فهذا جيد نقلب من الأسحل الآن لا نترك وعاء التخمير الكمبوست على الأرض مباشرة علينا أن نرفعه بأي طريقة متاحة إما بوضع حجر تحته أو قطعة خشبية بحيث يتخلى للهواء البسامات السفلية ولا نغلق ولا نغلق إغلاق تام نقوم باستخدام هذا المنخل بحيث تتم عملية التخمير هوائيا نحن نريد كومبوست كامل وحقيقي تتم العملية بطريقة التخمير الهوائي كل أسبوع نقوم بالتقليب والترطيب فقط لا غير لا يوجد أي شيء آخر لا مانع من إضافة مكونات جديدة كلما جدت لدينا مكونات في المطبخ لا مانع من إضافتها إلى مدى معين بعد مدى شهر لا يجوز إضافة الجديد لأنه تكون قد انتقلت إلى مرحلة التخمر بنسبة 40 إلى 50% بمعنى أنه الآن إضافة جديدة سنحتاج إلى عملية عملية جديدة للتخمير الآن البديل لذلك أن يكون لدينا أكثر من يعاء فنقول هذا الكمبوست في طور الشهر الثاني هذا الكمبوست في طور الشهر الأول هذا في الأسبوع الأول وذلك مثلا في طور الشهرين جاهزا بعد قليل لترقيته من أي شوائب واستخدامه مباشرة إخواني الأعزاء الكمبوست مادة غنية جدا وهي متاحة جدا بمقابلة البتموس الذي المستورد وذوذ ثمن الباهض والذي لا يمكن الحصول عليه إلا من مصدر واحد وهو استيراده من كندا وأوروبا بالإضافة لسعر الباهض حقيقة الكمبوست هو البديل الحقيقي لكل مشاكل الزراعة نحن في منطقة العربية التربة ليست غنية بما يكفي تفشل المزروعات عندنا بسبب أن التربة هي العنصر الأساسي الحاضن الأساس للنبات أنا لا أريد أن أطيل عليكم هذه هي الطريقة الصحيحة بعد مرور ستين يوم بهذه الطريقة إن أحسننا التقليب بشكل مناسب والترطيب تكون نسبة التحلل وصلت فوق 80% وساعة إذن نقوم بتخليص المادة مادة الكمبوست من ما يعلق منها قد تكون بعض الجذور القوية التي لم تتحلل مثل مثلا هذه أو هذه الأغصان نقوم بتنقيتها منها وإضافتها إلى نباتنا كتربة وكسماد وكوقايا إن أعجبكم ما نقدم اشتركوا في قناتنا قناة يسير وفعلوا زر الجرس وسيصلكم إن شاء الله جديدنا جديدنا كل ما جد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر